نتابع الآن في أخبارنا حيث صوت الحياة مهرجان أعاد ذاكرة الطفولة للحاضرين وسط غياب التركيز الإعلامي على عالم الطفل والطفولة أغنيات مثل ألس في بلاد العجائب وعودة سومبل وغريندايزر وجزيرة الكنز أغنيات كبرت أجيال معها صدحت في المهرجان بأصوات عيدة الأمريكاني وسامي كلارك بقي القول روز أن ريع هذا المهرجان تم رصده لعلاج مرضى السرطان من الأطفال في مركز الحسين للسرطان لنتابع أصوات الطفولة تعالت فرسمت البسمة على وجوه الحاضرين صغارا وكبارا مستذكرين أيام الطفولة الماضية وأغاني أفلام الكرتون التي بقي صداها يرنو إلى يومنا هذا هذا المهرجان هو دعم الأطفال من مرضى السرطان طبعا من ناحية فقرات فنية هو يعني المحتوى الفني كتير بيشبه حالة الأطفال يعني إحنا رح نغني مجموعة من أغاني الكرتون اللي أيضا فيها كلمات بتدعو للأمل والتفاؤل والدفاع عن النفس صوت الحياة جاء بمشاركة ضيف الشرف الفنان العالمي سامي كلارك الذي غنى أغنيات الكرتون التي عرفها الجمهور وارتبطت بذاكرته ووجدانه ومنها جرانتايزر التي تعطي كلماتها الطاقة الإيجابية الهدف هو دعم هالصبيين والصبايا يلي عندنا المرض ويلي نحنا منجي ناخد بركة منهم الحقيقة وأدبع مننا معهم قليل من هيك بدي يكون أكيد الحفل هيدا رائعوا لأنه الحاجة مانا بس معنوية وإنسانية بتكون كمان مدية مشان الدواء مشان متابعة مشان تكون وقفين حدهم بكل المراحل تبع مرضهم يعني ضيوف ارتبطت أسماؤهم بعالم الطفولة كمحمد البندي نجم The Voice Kids بالإضافة لبطل التسلق مصطفى سلامة الذي ألقى الضوء على تجربة التحدي في التسلق للمكفوفين وذوي الإعاقة الحركية هلأ أي شيء لمركز حسين للسرطان أو الأشيء عزيز على قلبي أولي شيء بيحمل اسم بطل من أبطالي اللي هو المركز حسين الله يرحمه وتاني شيء المركز حسين هو صرح بشوفه زي جرش زي البطرة فلازم بأي شيء بيكون له مردود لمركز حسين أنا بكون موجود من أول الناس تاني شيء كل إيش عم بعمله أنا من ناحية التسلق بحس تقارب كتير جدا لمرضى السرطان اللي هم بتسلقوا أكتر منا على أصوات الأوتار تناغمت معاني التفاؤل والإصرار لتحيي الأمل في قلوب الصغار دعما لأطفال مركز الحسين للسرطان ساندا قطمين المملكة عمان شكرا لكم شكرا لكم